الخبر الأول اللي موجود معانا النهاردة في إطار جولة الرئيس السيسي الخارجية اللي شملت غينيا والولايات المتحدة الأمريكية وصل السيد الرئيس إمبارح لكودفوار وعقد قمة ثنائية مع نظيره الإفواري وكان اللقاء بالقصر الرئاسي في كودفوار وشهدت القمة توقيع عدد من مذاكرات التفاهم في كودفوار وأكد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال القمة عن اعتزازه بكونه أول رئيس مصري يقوم بزيارة كودفوار وأعرب السيد الرئيس عن تطلعه بأن تثمر هذه الزيارة في تدعيم أواصر الود وأيضا تعزيز العلاقات التاريخية السياسية والاقتصادية بين البلدين بما يتناسب مع ما تملكه البلدين من إمكانيات هامة جدا جدا هتفيد في أو هتعود بالفائدة على الجانبين الجانب المصري وأيضا الشعب والمواطنين في كودفوار خلينا نتابع جزء من كلمة السيد الرئيس ونرجع لحضرتكم مرة تانية بسم الله الرحمن الرحيم أخي فقامة رئيس الحسن ونفارة رئيس مصري في كودفوار الشقيقة السيدات والسادة لهنا من نواعي سموز البالي أنا قادر أن يوم في أبتجاج أود أن أشكره أخي فقامة رئيس مصري على حكامة استخدام وطرد خيافة الإكوار المحيط أخي فقامة رئيس اللي هو من دواعي أن يكون أول رئيس أخي فقامة رئيس اللي هو من دواعي أن يكون أخي فقامة رئيس هذه الدولة المحورية في غرب قراتر الإكوارية والتي تلعب نورا مهمة في مراتيها الأقليني فما تتحمل في الوقت الرحيم نسلية تنسيل شواغم وقدار قراتر الإكوارية على ساحة الدولية من خلال عمياتها الحالية في بارس العام للدواعي في القرات نفسي اعلى أن يكون رئيس الآن أصدقاء الأولي لكي أتبال على الأولى من المغلقين يتكرونه أولاد فقامة رئيس في أمرض كميز في قدر من خلال عائل حين دواعين اواثي ومجزوكنا يتحسن ومجزوكنا يتحسن عن الأعزلة ومجزوكنا 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 وكما يتناثر مع 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 ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر